طيب اكيد كل الانظار بتتوجه باللغة العربية الفصحى صوب استاد القاهرة تعالوا نشوف في لقطات خاصة لنا والنهاردة عامل لكم فاجأة كمان جايبين جزء من تدريب الاهلي وجزء من تدريب الزمالك تعالوا كده نبص نشوف الدنيا ماشية ازاي في استاد القاهرة في لقطات خاصة لنا يا الله يا عم ادي الاستاد الله 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 عروسة منورة بتستنى بكرة البطل المتوج اللي هيحمل كأس الاميرة الصمراء لكن هنا بخضاره بجماله جماعة استاد القاهرة انا بقولك هو قادر على احتضان نهائي كأس العالم والله العظيم بلا مبالغة نهائي كأس العالم ويا رب بكل استادات مصر كده تبقى في جمال ارضية ومدرجات ويعني المرافق اللي موجودة في استاد القاهرة هنا لازم اشكر السيد الوزير دكتور اشرف صبحي ومن قبله المهندس خارد عبدالعزيز ومن قبله ومن قبله وكل مدير الاستاد واشكر اللي هو علي درويش واشكر الصديق العزيز دكتور وليد عبدالوهاب واشكر كل الناس اللي موجودة عشان يخلوا الاستاد عروصة من برة ومن جوة يعني مش ميكب مش ميكياج لا 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 يا سلام يا سلام كده وإحنا كنا داخلين بالأوتوبيس وجمهورنا عمال يشاور لنا وكان ساعات بيتصادف إحنا على اليمين وأوتوبيس الزمالك على الشمال ونفضل نشاور لبعض كنت أنا وأيمن يونس وإسماعيل يوسف وأيمن طاهر وكل النجوم دي نفضل في الأوتوبيس وبعدين ننزل مع بعض السلم اللي كان طويل ده ونضرب بعض ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض بص حضرتك كل الجمال كل الحلوة وهنا الشكر للوزير اللي مشاها بجد بجد حيادية مية في المية يعني ما فيش تكلف ولا زيادة ولا نقصان ولا مجاملة نادي على حساب نادي على الإطلاق يعني هنا المؤتمر الصحف هيبقى موجود اللي حضرتك اللي شايفوا ده قط اللبس وحلوتها وجمالها لو جبتلك قطة لبس ريال مدريد أو ملعب ونبيلي هي هي نفس الغرفة بالعكس احنا لسه كمان مجددين في الدنيا حلوة قوي اشكر كمان اللجنة الخماسية عملت بكل الاحترافية بكل الاحترافية وكل الاحترام مش معنى انه رئيسها زمالكاوي او العدو البارس فيها محمد يعني استاذ عمر الجنيني او كابتن محمد فضل اهلاوي ابدا هم عايزين النجاح لم يكن هناك اي نوع من انواع التمييز لا للاهلي على الزمالك ولا للزمالك على الاهلي فنجحوا انه نوصل بالشكل الجميل ده واو تسمعوا اي كلام اصطداء ظلمني واصطداء ده مش عارف ايه لا 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 الاعلام زي ما انا قلت في المقدمة الحقيقة الى حد كبير جدا كان ملتزم وكان على يعني مستوى المسئولية وقدر يوصل صورة طيبة معظم الاعلاميين يعني قلة قليلة جدا لا تذكر والهيئة الوطنية المجلس الاعلى التنظيم الاعلام الاستاذ كرم جبرو استاذ الافاضل اعضاء المجلس الحقيقة عملوا اكتر من اجتماع وتكلموا اكتر من مرة وصنعوا حالة طيبة من الحيادية ومن الاحترام ومن الالتزام ومن يعني حسن الظن عند الجميع وكانوا الحقيقة على طول كل شوية تلاقي بيانات واجتماعات ولقاءات حاجة محترمة جدا لا تشعر ان ده اهلاوي ولا تشعر ان ده زماركاوي زي ما قلتلكم في البداية الاهلاوي كل امل ان الاهل يكسب ده بالتأكيد والزماركاوي كل امل ان الزمارك يكسب لكن المكسب الاكبر هو لمصر هو للبلد هو لشكلنا هي لصورتنا هو للحاجة اللي هتتقدم واللي هتتصدر للناس اشكر اللجنة الولمبية المصرية كمان اللي بدأت تحط ايديها بشكل كويس على كل النقاط دون استثناء وبدأت تبعلا بترسي مبادل انضباط والقيم والاخلاق والاحترام والادب والسلوك لانه ده مهم جدا كلهم الاعلام كان موجود سيدة الوزير اسامة هيكل السيد الفاضل الكاتب الصحفي الكبير اساس كرم جبر ووزيرنا دكتور اشرف صبحي اللي عمل مجهود كبير جدا ما سابش مكان ما سابش مكان ما رحوش تحاد الكورة كلها كانت منظومة جميلة رائعة طيبة الحقيقة بهذا الشكل اللي احترافك